يسوع هو الرب أحبائي في لهوته لاحظ خلينا أقتبس آية مثلا فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل صوت صارخ في البرية أعد طريق الرب اصنع سبله مستقيمة كلمات يحنى المعمدان موجهة عن يسوع المسيح في متة إصحاح ثلاثة والآية ثلاثة أعد طريق الرب قالها يحنى المعمدان عن يسوع وهي بالحقيقة نبوة عن يحنى المعمدان الذي يهيئ ويجهز الطريق ليسوع المسيح الذي يقول عنه صوت صارخ في البرية أعد طريق الرب وبيكمل بقول أحبائي فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا لأن فم الرب يتكلم في إشعية أصحاح أربعين والآية ثلاثة والآية خمسة لاحظ الكلمات يقول أعد طريق الرب أعد طريق يهوة الجدير بالذكر أن اليهود أحبائي بيحترموا اسم الله إلى اليوم لا يذكروا اسم الله يعني دايما بيذكر مثلا كلمة أدوناي إلهينو الرب إلهنا حتى كلمة إلهنا بيحطوها في الكاف بدل ما يحطوها في الها على أساس أن الإسم مقدس جدا وأنه صعب أنه يتنجس هذا الإسم بمجرد تعبير وكلمات وإذا بتلاحظوا مثلا تتفرج عند حائط المبكة بتشوف أن اليهود وهن بيقرؤوا الكتاب المقدس على طول دايما الراس عم بيتحركوا بينزل هذا طبعا مهابة واحترام ووقار لإسم الرب لإسم الرب من أجل هذا دائما ينحنون أسم الرب لأن الكتاب يعلم لا تذكر اسم الرب باطلا يعني مش على الفاض ورخيص نذكر كلمة الله مع أنه للأسف رخصناها إحنا في اللغة العربية ولكن أحباء بالنسبة لليهودي كان يخاف لا يذكر الأربع أحرف اللي هي يهوي في اللغة العبرية فكان يقول يدور حول الكلمة أدوناي وطبعا اتطورت للكلمة الأرامية اللغة اللي كانوا بيتكلموا فيها في العهد الجديد بحيث أنه الله اسمه مقدس لا يذكر على أفواه البشر لأن البشر غير كاملين فيعلن مجد يهوى يعلن مجد الرب يهوى أعدوا طريق يهوى ويحنى المعمدان يقتبس نفس الآية نفس الآية عن يسوع المسيح أعدوا طريق الرب أدوناي يهوى يعني كانوا بقول للناس هذا هو يهوى الإله اللي بيتكلم عنه في الشعية إصحاح أربعين فيعلن مجد الرب يهوى ويراه كل بشر جميعا ليه؟ لأنه فم الرب تكلم برضو يهوى يتكلم أليس هذا ما مسكور في العهد الجديد في يحنى واحد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلم والظلم لم تدركه ولكن لاحظ هذا الكلمة اللي بيقول عن يحنى الله وكان الكلمة الله في آية 14 والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا أو كما قال الرسول بولوس ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف وفي كورنطس الثاني أربعة مكتوب في أربعة ستة وقال الله الذي يشرق نور من ظلمه هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح فإذا هذا المجد حل وسطنا وسط الشعب فصار ظاهر للناس من مجد إلى مجد كما من الرب الروح